بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحر زاخر بالعلم تتدافع أمواجه نحو شواطئ الدنيا كلها في أفريقيا وآسيا وفي أوروبا وأمريكا عالم يحمل علمه إلى الناس عبر محاضرات وندوات ومناظرات يدعو إلى الإسلام ويوضح حقائقه ويدفع عنه الشبهات ويرد الأباطيل موسوعة علمية في علوم القرآن ومقارنة الأديان نال تقدير المسلمين من خلال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام فانتشر اسمه شخصية عالمية حملت لواء الدعوة إلى الله وإلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة فانتشر اسمه في الآفاق وعرفه قير المسلمين حتى قبل المسلمين ذلك هو الداعية الكبير الشيخ أحمد ديدات ووجوده اليوم في الكويت يأتي تلبية لدعوة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي جعلت الدعوة إلى الإسلام هدفا من أهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها وحين تدعو الهيئة داعية مثل أحمد ديدات فإنها تهدف إلى إيصال آرائه وأفكاره وعلمه إلى المجتمع الكويت بشرائحه المختلفة إلى المسلمين الذين يجرون كثير من الحقائق عن دينهم وإلى المسلمين الذين يحلمون فاهمة خاطئة عن الإسلام وإلى غير المسلمين الذين لا يعرفون حقائق الإسلام بل ويحملون صورا مشوهة عنه فإننا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ونيابة عنكم في هذا البلد لمعطاء الخير نرحب بالداعية الإسلامية الكبير أحمد ديدات ونتمنى لكم أيها الأخوة الأفاضل أمسية طيبة مع حديثه الممتع حول حملة أعداء الإسلام على المسلمين في أفريقيا وغيرها ودور المسلمين في التصدي لمثل هذه الحملات من خلال تجربته العملية وممارسته الواقعية وهو كما قدمنا قني عن التعريف وغني عن المحاورات التي اشتهر بها لنصرة الإسلام ودح أباطل الخصوم فليتفضل بشكورا جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنْ تَرْضَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُمْ عَرَزِيمُ صَدَقَ اللَّهُمْ عَرَزِيمُ يتذكرنا من المسلمين والمسلمين عن الوصول التي توجد ويوجد بين المنزل الإسلام بين المسلمين والمسلمين والكريسيون إخواني الأعزاء لقد تلوت عليكم آية قصيرة من القرآن الكريم يذكرنا فيها ربنا العظيم بالعلاقة القائمة والتي ستظل قائمة بين المسلمين واليهود والمسيحيين وغيرهم هذا آية هذا where will you find it I'm sure you do recognize that what I read was from Allah's kalam but where about do you find this آية now to find out you see I don't know how easy it is for my Arab brethren to check up these verses but for the non-Arab my people whether Pakistani or Bangladeshi or Hindi or African Muslims very very difficult when people say that this is from surah al-baqara where will he find where will he find baqara difficult for the non-Arab for the non-Arab if you go and check it up read it see it with your own eyes utter it allow it to go through your mind that knowledge will become your property and you in turn will be able to use it subsequently and he will be able to find out and he will be able to find out في ردك على أعداء الإسلام أو في إثبات فكرة ما for your own needs ولو قدمت لكم ترجمة كهذه مثل للقرآن فربما لا تحتاجونها كعرب لأنكم تفهمون كلام الله مباشرة من القرآن ولكن الذي يريد أن ينقل الرسالة إلى الأجنبي فإنه بحاجة إلى هذه الترجمة حتى يتمكن من نقلها لهم وبشكل صادق ودقيق لهذه الترجمة للأستاذ عبدالله يوسف علي توائد كثيرة ومميزات على غيرها من الترجمات لأنها تعطي آية بآية بينما هناك ترجمات تعطي صفحة باللغة الإنجليزية وصفحة بالعربية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبهذه الترجمة يتعلم غير العربي العربي ويتعلم العربي الإنجليزية كمعنى للآيات الموجودة في الترجمة أيضا وميزة أخرى أن بهذه الترجمة فهرس أيضا شامل في نهايتها لتحدثك أن تتعلم لك فكل شيء تريد أن تعويق أن تتعلم لها فلوووظف في مقراء فلووظف في مقراء فلووظف في صفحة بالخصوص وفي نهايتها فلووظف في مقراء السريعة لهذا يحسب أثنى Because every chapter, every page is numbered You found it You want to know where is Yasin Maybe you know where it is But for the non-Arab You want to know how to find Yasin And the Y Look for Yasin This is chapter 36 Easy to find Everything on your fingertips You want to know about marriage What does the Quran say about marriage And the M, marriage You want to know about divorce And the D, you'll find divorce You want to know about heaven or hell And the H, you'll find heaven or hell You want to know about Jesus You want to speak with the non-Muslim about Jesus What the Quran says about Jesus Open J And under J, you'll find Jesus Everything about Jesus in the Quran The whole Quran on your fingertips تستطيع أن تعود إلى أي جزء لا تعرفه إلى هذا الفهرس فتضع يدك عليه فيدلك على مكانه في السورة والآية المطلوبة مثلاً كالزواج أو الجنة والنار أو عيسى عليه السلام فبإمكانك الاستعانة بهذا الفهرس أيضاً بالإضافة إلى الترجمة الدقيقة في هذه الترجمة Let us say Or unless we become a Christian هذه ترجمة الآية التي أوردها الشيخ عن اليهود والنصارى بنسبة للمسلمين We can go into details About the history Existing between the Muslims and the Jews and the Christians From the time of our Nabi Kareem But I feel that this is not the opportunity for such exposition Because it calls for hours And in translation It becomes Double Double the amount of time So what are we going to do now I will quickly bring you on To today's circumstances What is happening today Between the Jews, the Christians and the Muslims ربما لا نستطيع أن نورد تفاصيل العلاقات كما هي في التاريخ بين اليهود والمسيحيين والمسلمين لأن مناسبة كهذه لن تتسع لها فتأخذ ساعات وساعات ما هيك عن الوقت الذي ستأخذه الترجمة بعد ذكر التفاصيل ولذلك فإنني سأكتفي بأن أضعكم في صورة الوقت الحاضر في هذه العلاقات وما يحدث بين المسلمين والمسيحيين واليهود For the moment we will leave the Jews aside for a while Because the Jews have fallen out of the race In wanting to convert the peoples of the world They are not interested in converting you They don't want you They say we all the non-Jews are Gentiles Gentiles means They call you Goey 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 means I'm clean Goey From which you get the word guy You see in English there's a guy from Goey This guy This guy I don't know if this is English you see The only problem with the Jews today Between us and them is They are not interested in converting you They don't want you to become Jews They only want political recognition Allow them to possess the land of our brethren The Palestinians Give them Say right you can have it They'll be happy with you No problem It is not a religious problem It is a problem Political problem They have usurped our lands They have stolen our lands And the battle is over the land If you say you can have Palestine There will be peace between the Muslims and the Jews If you want to give away your land to the Jews No problem Religiously they don't want to convert you They want to leave you alone المشكلة بيننا وبين اليهود مشكلة سياسية في الدرجة الأولى وليس الدينية كما يقول الشيخ لأنهم ليسوا مهتمين بتحويل العرب والمسلمين إلى اليهودية ولكنهم يريدون اعترافا باغتصابهم لأرض الإخوة الفلسطينيين حتى يستقروا فيها فإذا كنتم على استعداد للتخلي عن أرضكم لليهود فإنهم بعد ذلك لم يهتموا في الصراع معكم لأنهم لا يريدون تحويلكم إلى الديانة اليهودية وإنما يريدون أيضا أخذ الأرض التي هي لإخوانكم المسلمين في فلسطين ولكن المسيحية يختلف عن ذلك فهو يريد تحويلكم عن الدين الإسلامي وهذه المعركة طولها أكثر من 1400 سنة سأعرض مشكلة اليوم أو مشكلة الوقت الحاضر I have here before you a Christian publication called Pray You see when the Christian when he says pray he doesn't mean pray, make dua When he says pray he is asking his people money The Muslim is very good at praying You see if you tell somebody something he says pray for me He'll readily lift up his hands that may Allah give you you know 100 years life and he may give you strength and everything but he's not prepared to put his hand in his pocket You know prayer is cheap God Very nice, nice beautiful word فهنا نشرة مسيحية عنوانها أو موضوعها معناه كلمة الصلاة أو الدعاء ولكنهم عندما يعرضون ذلك لا يقصدون الدعاء بالمعنى الإسلامي كما يفعل المسلم وإنما بدفع المال In this Christian publication called Pray is a picture of a certain John Lee John Lee maybe a Korean or a Chinese Now he is speaking about the Kingdom of Oil Kingdom of Oil Actually I think meaning Saudi Arabia You know you people are too small فهنا صورة لشخص يدعى John Lee ربما يكون كوريا أو بيتنامين شرب آسيا ويتحدث عن مملكة النخ فربما يعني السعودية مثلا He says here I'm quoting He says I am in Saudi Arabia Just left Kuwait It's coincidental Oh Allah It's coincidental I'm here in Kuwait And he's talking about He said I am in Saudi Arabia Just left Kuwait He has come to Kuwait This enemy of God How he came How he went I don't know He says Among so many other things He says I could think of no better or no more important time to give a lot of attention to the Muslim world than now Now is the time to pay attention to the Muslim world He says here Preparation is underway in Pakistan For the last two years we have been in contact with six key leaders in the Arab Muslim world to come up with a realistic and workable plan for every home crusade This year we plan to open a research center in Beirut, Lebanon to start the preparation for the entire Arab Muslim world and he continues about Arab Muslim world Muslim world Arab Muslim world They are interested in you the Arab Muslims of the world يحاول يحاول أن يظهر الاهتمام بالعالم العربي الإسلامي فيقول منذ سنتين تجد الاستعدادات في باكستان لإيجاد هذا العالم العربي الإسلامي وأيضا هناك سيقام مركز في لبنان لخدمة هذا الهدف ويركز ويكرر العالم العربي الإسلامي العربي الإسلامي يريد أن يركز الانتباه على هذا الاتجاه وهنا كتاب غلافه مكتوب عليه انتبه إلى الإنذار من العربية السعودية وطوم غريفث المؤلف يقول أنه عاش عشر سنوات في السعودية كان في جدة وطيف وغيرها وقد تجول بين العرب المسلمين ليكتب كتابا عن قلب العالم الإسلامي بما يحتويه من أفكار تخصه هو ويريد أن يقوم بدعاية عن هذا العالم الإسلامي وما ينطبق على السعودية بالطبع ينطبق على الكويت والبحرين وقطر وكل البلاد العربية والإسلامية بما ينطبق على السعودية في بلاد إسلامية أصغر ينطبق على الإسلامي ينطبق على الإسلامي إلى ما يقول هذه منحة مجانية لك وطبعا له أهداف كثيرة من وراء ذلك الأولى إلى جدّة والثانية إلى الرياض وكلاهما لمديري مؤسستين ويبدو كأن المرسل يعتبر أن المستقبل للرسالة هو سائل بحاجة لمساعدة وهذه المساعدة هي في صيغة إنجيل هناك مجموعة من المسيحيين لا تزيد على مليونين ويسمونهم شهداء يهوى وقد طبعوا عدة كتب سأشير إلى كتاب واحد منها فقط وقد نشروا أربع وثمانين مليون نسخة من كتاب واحد في حوالي خمسة وتسعين لغة وقد نشروا أربع وثمانين مليون نسخة وهو بخمسة وتسعين لغة مختلفة لكل الشعوب والأجناس وليس كتابا كتيبا صغير لما كتاب كبير عدو صفحاته مئة وثمانين وثمانين صفحة ويقرأ بلغاك مختلفة ونحن المسلمون ألف مليون مسلم ولدينا المال والنفط وبإمكاننا أن ننشر الملايين من هذه النشرات وقد نشر هؤلاء بالمقابل أربع وثمانين مليون نسخة من كتاب صفحاته مئة وثمانين وثمانين برج المراقبة وأيضا نشروا من هذه المجلة واسمها برج المراقبة نشر 35 مليون نسخة وبلغات مختلفة في الشهر الواحد the same little group of people another magazine called Awake wake up awake they published 10 million 610 thousand a month in 53 languages 10 million 610 thousand magazines a month in 53 languages the whole muslim world put together we can't publish 1 million sheets of paper like this for dawah ونشروا من مجلة أخرى واسمها استيقظوا أو اصحوا أكثر من 10 ملايين نسخة وب43 لغة وأليس بإمكاننا نحن المسلمون بالألف مليون الموجودين أن ننشر الملايين من هذه الصفحات مثل هذه النشرات one family in America by the name of Armstrong Armstrong they publish a magazine called The Plain Truth 7.8 million a month absolutely free of charge 7.8 million a month free of charge a beautiful four color job wouldn't you like to have it you beggars that's how they're treating us you beggars wouldn't you like to have one free free bakshish 7.8 million a month وعائلة Armstrong الأمريكية تنشر من هذه المجلة 7.8 million a month مجانا وتقول خذوا أيها الشحادون خذوا هذه مجانا طبعا فيها أفكارهم التي يريد نشرها في العالم كله I don't know what to do shall I continue you people gonna have bad appetite I tell you by the time I'm finished shall I continue or shall we close the meeting and leave it open to questions you want me to continue or you want me to start asking some things يعطي الفرصة للأسئلة والإجابة أم يستمر you can continue for some time now they have got former Arab brethren former Arab brethren before that here they say the holy bible a Christian gift free to all Muslims not to Hindus not to Christians not to Jews but to us Muslims a Christian gift free to all Muslims just fill the coupon and get it you beggars get it for nothing the bible the holy bible absolutely free هذا الإنجيل مجانا لكل المسلمين فقط امنع الكوبون وتحصل عليه مجانا and they have got for you my brother the Arabic speaking people eleven different Arabic bibles eleven different Arabic bibles وأيضا عندهم لكم أيها الإخوة العرب والمسلمون 11 إنجيل مختلف باللغة العربية I was thinking what you do with eleven different Arabic bibles I thought there is only one Arabic language you know the language of the Quran but they are telling me no these Arabs they have different dialects different lahja different types of script so they give you here Arabic characters the type that the Saudis you my brethren and the Egyptians read then they have here what they call the Tunisian script the type of script Tunisian then they have the Arabic Karshuni for the Syrians they have Algerian colloquial they have Algerian Tunisian colloquial they have Egyptian colloquial the street language of Egypt they have Arabic Moorish colloquial for the Maghrib Morocco they have Palestinian for the Palestinian Arab different lahja they have seven Sudan colloquial they have commission colloquial eleven different bibles for the Arab alone يغطون 11 إنجيل بلغات مختلفة في العربية أي باللهجات المختلفة للعالم العربي فقط وللعربي فقط وهم يعرفون وأنا أعرف معهم أن اللغة العربية اللغة واحدة وهي لغة القرآن لكنهم يريدون أن يقولوا أن هذه اللغة هي ليست اللغة الوحيدة وأنما هذه اللهجات المختلفة ليتفرق العرب المسلمون من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ولكن أسألكم أيها الأخوة قدموا لكم 11 إنجيل ب11 لهجة عربية فماذا فعلتم بالمقابل ماذا قدمتم أنتم لهم أسألكم أيها الأخوة أسألكم أيها الأخوة وما أسألكم أيها الأخوة We have not sent you إلا كافة للناسي But to the whole of mankind بشيرون As a giver of their tidings ونزيرون And as a owner ولكن أكثر الناسي لا يعلمون But the bulk of mankind Still do not know There is no time to rest There is no time to sit back As the Urdu poet might say وقت فرصت ہے كهان قام بباقية نور التوحيد كإتمام بباقية وكان بإمكان نبينا العظيم في المدينة عندما انتشر الإسلام في الجزيرة العربية أن يجسى ويستريح فقد استقر له الأمر هناك ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل له جبريل بآياته التي سمعتموها أي معناها أنه لا راحة هناك ولكن يجب أن يستمر في نشر الدعوة الإسلامية وفي الكفاح من أجل نشر الإسلام What does he do? Can you start running in all directions? No He calls the scribes People who could read and write And he dictates Letters To the Emperor of Persia To the Emperor of Constantinople The King of Egypt The King of Yemen And the Nagas of Abyssinia Five letters were dictated Five letters Five Sahabas Just five schools Five horses The Mercedes Benzes of the time Or the BMW of the time Or your Chrysler's motorcars of the time And he sends them in five different directions This is the example he set us وقد استدعى الكتبة من الصحابة وأملى عليهم الرسائل إلى الملوك والأباطرة في ذلك الوقت إلى أماكن متعددة وحمل الرسالة إلى الصحابة على الخيل في ذلك الوقت لينشر ما يريد في كل الأماكن I am asking My dear brothers If he had our petrodollars And if he had those printing presses that we have at our disposal At the press of a button we can churn out thousands and hundreds of thousands of Qur'ans Would he not have flooded the world with this holy book I ask you When he could ill afford Ill afford five sahabas lives Invaluble lives Just for five scrolls Of messages In five different directions He did it If he had our money And our machines that we had at our disposal I am asking Would he not have flooded the world with this holy book I ask you وأسألكم أيها الإخوة ألم يكن نبينا العظيم قادرا على أن يغرق العالم كله بهذه الرسائل وهذه الدعوة لو كانت لديه الإمكانيات المادية والمطابع المتوفرة لنا الآن إذا كان قد نشر الدعوة في ذلك الوقت بمجموعة من الصحابة برسائل أرسلهم على الخيل إلى ممالك متعددة في ذلك الوقت My little society In South Africa We have developed a madness Call it madness We want a Quran for every soul I have made a start A hundred thousand Qurans at a time I am having it published Where do I get the money from? I go and beg for this People, Zakat, Lillah I have been collecting and Sadaqah And I have been doing the job Now we reached the stage That we need a hundred thousand Qurans at a time And a missionary has been set in motion That we want to shake up America We want to shake up Britain Most specially the English-speaking nations We want to shake them up with this Quran وإذا كنا نريد أن نهز العالم المتحدث بالإنجليزية في أمريكا وبريطانيا مثلا بهذا القرآن واحتجنا مئات الآلاف من النسخ فمن أين نحصل على المال؟ هل نبحث عنه كسائلين ونشحد نقول زكاء وصدق لله؟ إن هناك أموال كثيرة يمكن أن تساهم في نشر هذا القرآن في البلاد المتحدثة بالإنجليزية بشكل خاص Besides the Bibles with the Christians are giving away Let me show you some smaller examples of the millions of books that they are churning out Here is a publication Why I became a Christian By Sultan Muhammad Paul Sultan Muhammad Now he has become Paul He has written this book If you ever get it in your hands What you are going to do To any Muslim, anybody human being If you get a book like this You have a tendency whether you like it or not To flip it Flip the pages And as soon as you flip the pages You find verses of the Qur'an What do you do? Kiss it And put it next to the Qur'an You are trained to do that When you see Allah's Kalam What do we do? The Pakistani, the Bangladeshi The African Muslim, the Indonesian, the Malaysian All Muslims as they see Allah's Kalam They kiss it And put it next to the Qur'an A snake in the house And put it next to the Qur'an There is another publication Christian witness among Muslims We may suppose to be the witnesses to mankind Allah tells the Qur'an لِيَكُونَ الرَّسُولُّ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ As the Rasul was a witness to you Each and every one of you Is to be a witness to mankind Now the Christian is being a witness to you Is a Christian witness among Muslims And you see here the picture Of a Nigerian or a Ghanaian or a Sudanese With a subhi in his hand You know we have a brother reading that subhi You know SubhanAllah subhanAllah That that subhi we call it rosary He's got a subhi in his hand And he's written here إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسيح وإيسى بن مريم In Arabic What do you do? Kiss it All last kalam Kiss it And put it next to the Quran Another snake in the house وأيضا أفعى أخرى في البيت المسلم عندما يصل هذا الكتيب الذي يقول الذي هو عنوانه شاهد مسيحي بين المسلمين فبعد أن يأمرنا القرآن بأن نكون شهداء على الناس كما أن نبينا شهيد علينا فهم يذكرون أنهم هم شهداء على المسلمين فعندما يرى المسلم في جنوب أفريقيا مثلا أو في جنوب السودان وبه آية من القرآن باللغة العربية أو حتى بالإنجليزية معناها من القرآن يقبل ويضعها أيضا جانب القرآن كأفعى أخرى في بيته Look at this beautiful picture Of one of our dear brothers Lovely beard Mine is nothing Mine is nothing Look at this lovely beard His name K.K.Alawine Sounds Muslim K.K.Alawine Yes He was Muslim Born Muslim Father Muslim Mother Muslim Grandfather Muslim Grandmother Muslim Now he's become a murtad He writes a book Look at him How lovely What lovely face he's got With the zulfa You know there's long hair Like you know sunnah And inside Inside You flip the pages Verses of the Qur'an They're using the Qur'an against us What you do The Muslims What will you do Kiss it And put it next to the Qur'an Another snake in the house I was in Pakistan And the Christian caught me Fish You know the Christians They caught me fish You see at the end of my lecture People do become enthusiastic They want to pump my hand They want to make me feel happy They don't know That they're killing me But they Everybody wants to shake you by the hand So while this is going on A young boy Probably not even 12 year old He comes up to me And he hands me These beautiful pieces Like this He just hands me like this And I see it Quickly Looks like Allah Muhammad Allah Muhammad I wanted to kiss it I'm old fashioned But people are not giving me A chance to kiss So I put it in my pocket And when everything is over I have no chance Our brothers Just please leave this For the time being Please Yaakhi 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 Leave this for the time being Please Please When I go to Dubai In my hotel Sitting on my bed I said Let me clear my pockets I take this out And I read Allah Muhammad Abba'na Abba'na Something of Rabbana Aatina Fid dunya Hassanatun You see the human mind Works like that You have Get a start You think You think what is there It's not there But you think in your mind And I turned on the other side And he tells me The Lord's Prayer I said The Lord's Prayer In Pakistan I said The Pakistan is doing this beautiful thing They beat me I have done some beautiful works But I said Hey The Pakistani put me the shame And there's nothing wrong with that Allah Badi Ta'ala wants us to compete With one another in good works He said And compete with one another in good works I said The Pakistanis beat me I was Not free I was happy They beat me But It says The Lord's Prayer I said We don't talk like that What do you mean Lord's Prayer So I told him again Abbaana Abbaana It's not Rabbana It's Abbaana Ah Oh our father Which art in heaven Hallowed be thy name Thy king This is the Christian prayer Oh our father Which art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth Shhh They're catching fish They're catching Muslim fish And a Saudi Old man like me I don't know how to take his name In Jibda I show him I said This was given to me Look at this He said Allah Muhammad I said No Ya Shaikh Have another good look He said Allah Muhammad I said Ya Shaikh Please Have a good look You know what it is Allah Muhabba But it looks like Allah Muhammad Every Muslim who gets it Kiss it Put it on the wall Allah Muhammad What a beautiful Torah Catching fish Deceiving the Muslims And catching fish Getting them Post-Christianity وكنت مرة في الباكستان And after that Wuj躋 A conseguent A weekend The people of Israel Give me a cry A bad bear How old i am Get out of Fitime And I have seen them Give me a fact that I never want Let me When I got to Dubai تصفحتها وقلبت الجهة الأخرى وجدت أنها بها كلاما ليس من الإسلام وعندما ذهبت إلى جدة وعرضتها على رجل كبير السن فقال انظر أيها الشيخ مرة ثانية بشكل جيد قلت له هذه الله محمد قال انظر إليها مرة ثانية فوجدت أنه المكتوب هنا الله محبة وليست الله محمد ولكنها مكتوبة بطريقة لأول نظرة تظهر كأن الله محمد فيقبلها المسلم ويأخذها إلى بيته وربما لا يدقق النظر مرة ليرى أن المقصود منها هو استياد المسلمين كما يستعد السمك وأن يغشوا ويخدعوا بهذه الطريقة آه هذه هي قطعات قطعات شيئا مباشرة انظروا على هذا انظروا على هذا انظروا على هذا قلت للمسلمين ساودي في ساودي أرابيا ساودي أرابي poverty gave me permission to distribute this to the Hajis. I can sell a million copies of this at a real each at least, at a real each. Every Hajji will buy 5, 10, 50 to take it back home to give its people. Look at this! You know what this is? You know what this is? هذا هو خريصاني سيئة بخصوص مصدره كل هذا هو خريصانيا هل تعلم أنه حقاً هذا؟ هل تعلم أنه؟ لا هذا هو كيف يتحق الناس وعندما نحن يقول أنا أعتقد في الفيراة فاللغة الله أرغبنا لنا لديه فاللغة الله يتخلقنا كلهم يَا أهل الكتاب وهذه أيضا أشياء أكبر من الأولى ولو بيعت مثلا في السعودية للحجاج واشترى الواحد واحدة أو أربعة أو خمسة بريال للواحدة لنشرت في بين ملايين المسلمين وهي أيضا طرق أخرى لخداع المسلمين من قبل المسيحيين ونحن نقول دائما لنتحاور ليكون الحوار العادل بيننا وبينكم كما يأمر به قرآننا العظيم أينما يذهب البابا يقول أنهم يريدون حوارا مع المسلمين قالها في نيجريا وفي بلاد تركيا وفي بلاد أخرى ويبدو الآن أنهم ينشرون هذا الكلام يقولون نريد حوارا مع المسلمين وقد انتظرت طويلا لأهب عدد من المشايخ والعلماء المسلمين ليذهبوا لمحاورة البابا فأنا هناك في منهاتا لست بالقادر تماما على أن أقوم بهذه المهمة لأنني لم أدرس في دار العلوم مثلا وفلا في مراكز إسلامية عريقة كما درس علماء آخرون كنت أتوقع أن يهبوا ليبدأوا هذا الحوار وقد انتظرت طويلا لذلك أقول أنه لا أحد يريد أن يأخذه فأنا قلت بسرعة دعني أعطي من المسلمين لذلك قلت بسرعة لهم قلت بسرعة الصلاة تقول الصلاة لن explay feeding دقنا بسرعة القرآن تقول في أهم فأنا قلت بسرعة I am prepared to come over to the Vatican in Rome any day anytime you tell me I am prepared to come tell me when وعندما وجدت أنه لم يتقدم أحد نهضت لهذه المهمة وأرسلت رسالة إلى البابا أطلب منه أن يحدد الزمان والمكان وأنا يعني استعدادة إلى الفاتيكان لأن الإنجيل كما ذكرت له يطلب هذا الحوار والقرآن يأمرنا ربنا فيه بأن نقوم بهذا الحوار مع المسيحيين وغيرهم لم أتلقى ردًا عن الرسالة الأولى فأرسلت غيرها ولا رد ثم أرسلت برقية ولا رد وأرسلت برقية أخرى ولا رد ثم أرسلت برة أخرى ثم جاء الرد بأنه على استعداد لمقابلت في سيكرتريته الخاصة في الفاتيكان في الرساق بأنه على استعداد لمقابلت في سيكرتريته الخاصة في الفاتيكان وسيقى ملتكس ما أحدهم أشياء في الصعود نخلق تركانين بالعملين من أفتاد لما قلتك وقد سألته كم هو اتساع ذلك المكان لأن الكثيرين جدا يريدون الحضور معي لإستماعي لهذا الحوار وهناك 1200 مليون مسيحي يهمهم هذا الحوار وألف مليون مسلم أيضا من كل بقاع العالم فما هو حجم هذا المكان الذي سنتحور فيه وهناك رسالة وبرقية أخرى أرسلت ولا رد عليهما ثم جاء هذا الشيء يبدو أن نيافة البابا يريد أن يلعب لعبة الغمائية مع العرب والمسلمين كما هو في هذه السورة إنه يبدو أن يبدو أن يبدو أن يطلقه ما يفعله is doing what Baba is doing you can't imagine Baba being what you see here what is doing here Baba so the guy is playing a game actually he is telling his people go and convert the Muslims but he doesn't use he is a master psychologist this folk this Baba present Baba in a thousand years they have never had so clever a pope so psychological a pope wherever he goes whichever هذا الباب الذكي وهو ربما يكون الأذكى منذ أكثر من ألف سنة يعمل على جبهتين فهو يأمر جماعته وأتباعه بتحويل المسلمين عن دينهم وهو أينما ذهب يحاول أن يظهر التسامح والتساهل فهو عندما ينزل من الطائرة في أي بلد من البلاد يبدو كأنه يسجد وهو في الحقيقة يقبل الأرض فيصبح المسيحيون راضين عنه وغيرهم ويعتقد المسلم أنه يسجد فيتقبلون كلامه ويحبونه أكثر حقيقة يسجد له قريبك جبولوا نحصل إلى معرفة هذه الجزيرة يدرون التسامح الذي في تحويل المسيحين في 1960 أو 1962 أجل في السبوع المسيحين يستمر لعرفت شعور يقبلون لديم كلاما يقبلون أني سأسمحهم وليس للمسل ويسامكم ويسامكم ويرضون حقي إنه يقول أنا يقبل أن يصل الإسلام هل يقول القيام هل يقول أنه أنه إنه في سن 1962 أصدر مجلس الفاتيكان قرارا يقول بأن المسلمين الآن مهيئون لتحويلهم عن الإسلام ويذكر عبارة سر بها المسلمون يقول أن للإسلام الآن مكانا في خطة إنقاذ الرب وطبعا بعض المسلمين هلل وكبر لهذا الكلام ولكنه في الحقيقة هو ضدهم ويريد أن يغشهم به وهو يقول أن الجنة لكم فقط تأتي من خلال الدم عيسى وليس بالصلاة والزكاة والصيام والعبادات التي هي في الإسلام وإنما هي في ذلك المخطط الذي لابد أن يكون من خلال دم عيسى الذي صلم وفي ذلك المسلم يستطيع أن يكون مستعدا لتحويل هذا المسلم لأن المسلمين هل الوحيدين على الأرض أنه لا يجب أن يكون لهم أن إسا عيسى هو مصيح الله أنه هو الله سمسيح أنه لا يجب أن يكون لهم أنه مرحبا أنه لا يجب أن يكون لهم أن يكون الإسلام يحظ في المسلم بإمكانك الله ويروس أنه هل يزيب أمده في المسلم أنه لا يجب أن يكون لهم مرحبا والمسلمون وحدهم المهيؤون لتلقي هذه الخطة لأنهم ليسوا بحاجة لإثبات أن عيسى هو المسيح وأن عيسى ولد بمعجزة وأنه لم يصلب أن ما شبه لهم وأرسل إلى السماء أو أخذ إلى السماء ثم سيعود فهم بهذه الأفكار التي يعرفون أن المسلمين يعرفونها يدفعون هذه المحاولات بهذه الرسالة لأن المسلمين مهيؤون لتلقي هذا الكلام ويعتقد المسيحيون من خلال البابا أن هذا الوقت هو مناسب لهم لنشر هذه الأفكار وتحويل المسلمين ولو بشكل قليل عن دينهم وهم ذئاب في ثياب الغنم وهم بشكل قليل من خلال الباباً وهم بشكل قليل من خلال الباباً وهم بشكل قليل من خلال الباباً وهم أسألت美國 بشكل قليل؟ هيا المحنة الأنهم الحج Congress ي confused ترد فيفعل You believe in Jesus Yes He said yes We are not Muslims If we do not Am I right You say you don't believe in Jesus You are not a Muslim You've got to say yes You believe in Jesus He said yes He says you know He was one of the mightiest messengers of God What do you say He was one of the mightiest Yes We accept that Yes Don't be afraid We must accept the truth Answer Give me answers truthfully He said he was one of the mightiest messengers of God هم يأتون لنا مبتسمين وبشكل ودي جدا ويقولنا السلام عليكم كنتم يسأل سؤالا هل تؤمن أو هل تصدق بعيسى طبعا كل مسلم إذا إسلامه صحيح لن يرفض هذا الكلام ويقول أن عيسى كان من أعظم أنبياء الله وطبعا المسلم يؤمن بهذا الكلام كما هو في القرآن وهذا مدخل المسيحي للمسلم عندما يريد أن يحرفه عن دينه يبدأ بهذا المدخل بأشياء مسلمات هي في الإسلام موجودة He says you know Jesus He was مسيح الله الله's Messiah مسيح translated Christ Do you accept that? Do you accept that? He said yes Allah tells us in the Quran مسيح أعيس بن مريم He is مسيح الله So he said yes He is مسيح الله You accept? He said yes Who is Muhammad مسيح الله? No He is رسول الله But he said in the Quran إيسى is رسول المسيح رسول العسيح رسول العبنى إسرائيل And مسيح also And رسول also You see Jesus is رسول المسيح In the Quran Your prophet Muhammad is only a رسول True So without telling you anything He's caught a point That Jesus is a degree About Muhammad ودون أن يقول لك يبين لك من خلال سياق الحديث أن عيسى درجة أعلى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام You know Jesus was born miraculously Without any male intervention You believe that? No jesa? He said yes أنه ولد بمعجزة عيسى أقول معجزة فهل تصدق تقول نعم Was Muhammad born like that? No He had a father and a mother Right He said yes Another degree for Jesus وأيضا في هذا المجال يبين لك أن عيسى له درجة أعلى من سيدنا محمد يقول أن عيسى ولد بمعجزة وأن محمد ولد من أب و أم He said you know Jesus He gave life to the dead Dead He revived the dead This is the way Allah's work Allah can give life back to the dead Jesus brought people Back from the dead You accept that? He said yes بإذن الله He said yes بإذن الله Did Muhammad give life to the dead بإذن الله He said more than that ويقول لك أيضا أن عيسى أحيى الميت فتقول نعم لكن بإذن الله يقول لك نعم بإذن الله لكن أحيى الميت وربنا فقط هو الذي يحيي الموت وعيسى أيضا أحيى الموت بإذن الله فهل محمد عفعل ذلك ستقول الله إذن درجة أخرى من الدرجات He said where is your prophet Muhammad Now He said he's buried in Medina He said perhaps Perhaps his bones have rotted in the grave So no we believe it's hayat النبي He said that's metaphysically man But physically maybe His bones have rotted in the grave So he said maybe So where is Jesus He's in heaven He's alive He said yes He's coming back He said yes So when you think what is the purpose in doing all that You're just things for nothing ويقول أيضا أين أين نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام فتقول هو مدفون في المدينة فيقول ولكن أين عيسى عيسى في السماء هو حي وسيعود بعد ذلك وأيضا يعني فيقول هل هناك هو يعني موجود دون أن يفعل شيئا فطبعا بهذه الطريقة يعني بهذه الأفكار هو يغير أو على الأقل يعني يضع أفكار في أذهان المسلمين المستمعين بهذه المقارنة ويعطي درجة أخرى لارتفاع أو رقي عيسى عليه السلام لا يضعني لا يوجد أدفل افكار ممللتا لم تكن فثوه فقط او Pr defects اصدان فى ص detس أنتبري ص principio أحضر ثقائته يسرى هكذا شائحرة شائعة 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 خانو الشائعة إن الشغة حدث آخر لنت لنت طعم الأgged مulكا اخض Bir يحوا هذا هو سيئة الناس ، الكرة، كمس اهل ، لا تقريب ! إذا كان لله انه ترغب قرباني لصصفه ، سلل ترى على وضع المعيدninه ، سهلو أن يبحث عن مقبرة ثميه؟ تعرف امقبرة ثميه هو آخر؟ ف圖 قربانكبر ثميه ، سيد ، أعزمك بشكل ثميه موضوعّه من يوم انه وقربانا عندك اجري . ثما يذكر الاضحية ويقول في عيد الأضحى تذبحون آل الشاء أو الماعز أو إلى آخره قربانا لله ثم يقول ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يقدم قربانا ويضحي للبشرية فأنه قدم الأفضل بعده فمن الأفضل بعده الذي أخذ الدرجات التي سماها من قبل إذن هو ضحى بعيسى وهو أفضل من وجد بعض الله سبحانه وتعالى بهذه الدرجات العالية التي سربها درجة درجة إلى المستمع أيهاً من هنا لكن جميع مؤθηسة، صنعتهم بها سبحانه، سبحانهمن بوافضل بالمساوم مسئوب السابق Им لديه ohو واي أرجحك سوالي إسعه مرحباً أرنبوح جميعاً أرسك إسعه ليست أسرع أرنبوح لم يحزن أرنبوح لم يقف أرسك إسعه أرنبوح أرنبوح في مدينة أرسك والله إنه رائع سوء إذا كنت كذلك firefight لكن هذا ليس خارجناً في أي دون العليل في المستقبل لا دارة العلم فيه الملاد أرسك كيفية دامتك والمطلوب من كل مسلم أن يتمكن من الرد على هذه الأسئلة سيكون سهلا لو أن التربية والتعليم الديني للمسلمين يؤهلهم لذلك وكيف ينشرون الدعوة الإسلامية بقوة وبشكل صحيح مشكلة أيضا معينة 6 سيونة وكسرية السيدات أجل الإنسيكلا بادي حلول الأموت لفضل يكون في المعارفة للطالباك لن يتفضلف في مرات بإعادة العلاجات ومعاً لن يتفضل وعلى كل مسلم أن يقتني هذا القرآن المترجم في بيته وسجدونه متوفرا في الخارج بعد كل جلسة وبإمكانك أن تتعلم منه وأن تعلم أبنائك اللي يحسنوا لغتهم فليس بالضرورة أن يدرسوا شيك سبيل أو ميلتون ولكن بإمكانهم أن يدرسوا هذه الترجمة يتعلمون القرآن واللغة في آن واحد هناك هذا القرآن كريس في الإسلام يتعلم كل محاولاتكم كريس في الإسلام ما هي المحاولات؟ كل ما يتحدث عن أن يكون مسيح والله وإنه يكون محاولاتكم وإنه يكون محاولاتكم وإنه يكون محاولاتكم وإنه يكون محاولاتكم هذا القرآن سيقوم هذا القرآن سيقوم مثل المحاولات التي دعوود عليه السلام أمتعلم تذكر؟ عندما يتعلم بطر جالوت وقتل دعوود جالوتا واطاه الله الملکة والحكمة والألمو مما يشاء وهذا الكتاب وهذا الكتاب أيضا به كل شيء اسمه المسيح في الإسلام وبإمكان كل شخص يقرأه أن يرد على الأسرة السابقة بشكل صحيح ودقيق وهذا الكتاب يمثل الحجر أو حجرا كالذي قتل به دعوود جالوتا وبإمكانك أن ترد على المسيحي بأسلته تلك وتأكسر رأسه بهذا الحجر لو أتقنت هذا الكتاب ويأتقل أن هذه الكتاب أيضا ما يقول المحاولة عن محمد محمد البيت الإسلام كل هذه المسيحة موجودة بعضهم في أرابي موجودة من المسيحة من المسيحة تقرأه لكي تقرأه لكي تقرأه وعندما تطلعون على هذه الكتب تسلحون أنفسكم بقوة لتخوضوا المعركة ضد أعداء الإسلام وبشكل يؤهلكم من نيل النجاح فيها وأنكم الآن تخافون من المواجهة لأنكم تجهلون أشياء كثيرة فهنا كتيبات بالعربية وبالإنجليزية تبين لكم الرد على كل هذه الأسئلة وعلى كل هذه المحاولات وعندما تجهلون أشياء وعندما تجهلون أشياء كثيرة وعندما تجهلون أشياء كثيرة وعندما تجهلون أشياء كثيرة تفاصيل معكم وسامحوني إن كنت قد قصرت سامحنا الله جميعا وأشكركم شكرا للشيخ أحمد ديداث على ما قدم وضينا ووضحه وفي الحقيقة قد جعلنا أمام مسؤوليات جسيمة وعظيمة من خلال ما قدمه من مشاط ضد المسلمين وضد الإسلام ومن أساليب متعددة وفنون مليقة في دعوة المسلمين للمسيحية فهذه المسؤولية العظيمة جسدها لنا من خلال حديثه هذا والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عندما ظهرت وعندما برزت ظهرت بعد اجتماع المجمع الكنسي في كلورادو حينما قرروا أن يجمعوا ألف مليون دولار لتنصير المسلمين فقررت الهيئة بإعلامائها الأفضل أن يجمعوا ألف مليون دولار لإنقاذ المسلمين فلنتكاتف ولنتساعد في هذا المجال وفي هذا المضمار حتى نؤدي الرسالة التي بيّنها لنا فضيلة الشيخ أحمد ديداث جزاه الله خيرا والآن مع الأسئلة والحوام والكتبونها كتابة دكتور ي Has been done the first chance to the people who are prepared to stand up وضع المؤسسات. إنهم هنا. إنهم يضعون عمياتهم. أعطيهم أولاً. هل يمكنك أن تأتي إلى ميك؟ لا يوجد ميك؟ ميكروفون. لا يوجد ميكروفون أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Mohamed Abzal Noor. I am from Pakistan. I am sorry. I would like to know. You mentioned about this. Some distribute in Pakistan. These small pamphlets. I would like to know. When you went to Pakistan. And when you received this? Yes. I was there last year. I had received it in the Taj. Taj. Oh. Yes. I was there last year. I was there the year before. I have delivered numerous lectures. In Karachi. In Lahore. Islamabad. سيالكوت، تشعور، روالفيندي و هذا في كاراتي كانت أصدقائها سيدة، لا أريد أن تذهب بالمقارنة ولكنني أعرف بعض الأشياء وأعتقد أنني أريد أن أخبرك أن الناس المنزل المنزل هو المنزل المنزل والذي سوف يسرق الإسلام و هذا المنزل المنزل و هذا المنزل المنزل عندما كانت الأشياء المنزل المنزل لم يكن تبحث عن الأشياء المنزل المنزل لذلك هذا المنزل يريد أن يجيب الأخ السائل بأن هذه الكتبات ربما كانت في عهد الحكومة السابقة التي لم تكن مهتمة من نشر الإسلام و أنا مرحبا أن أسمع ما كانت أخبرنا يجب أن أقول But in case he doesn't know I want him to know now that in the north west around Tashawar there are 72 christian units working among the Mujahideen and the Mujahireen they are working in christianizing them I didn't have the chance as I said I hardly spoke half of what I wanted to speak here is the book Jesus more than a prophet these are Afghan Mujahideens they have already made them into murtats في الوقت في الوقت فهمه بأسفال أنهم محللون أنهم جزيلاً من المؤولية الوقت مرة إلى الشيئين من الوقت من قتل تنظر حينما فيه واختر اليوم لأن يعتبر ورسل القطع أنني قد سنت في في القتال وقد حلت من من المحل وأعلم ما من س mieć وعث أحمن لإنت liberal три لتحق في القتال لا تقبل المدى أن هذه الأشياء يمكن أن يكون ممتعاً سيكون لا يفعلين فقط هو لحظة أن تفهمي فقط سنعرفها فقط سنعرفها وفقسطانيين ملتونين سنعرفها لأسفل بل أي ملتونين هذا مقرد جدا فقط سنعرفه فقط سنعرفها 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 يقول الشيخ عبدان أنه قضى ثلاث سنوات في باكستان وأن هناك مراكز مسيحية تحاول يا دكتور بدنا نقلهم بالعرب اليوم الشيخ سأقول شكرا أمك بشيخ حسنًا بحما أقب بالدفع هذا شكرا ستبعد بالتأكيد من الصورة ستبعد بحماية المقلوب الحمدالله أقب بالحماية المقلوب وحماية المقلوب يقول الشيخ I mean to make argument Mr. Ahmed Dita But the facts May be some country not distribute But some country Muslim They are distributing And they are preaching Islam In non-Muslim countries also Maybe not in your standard But they try to distribute And they try to convey Our Islam to all over the world But I believe that We need more and more effort We need more To spend money To distribute Like Christians Or the Hindus Or Jewish Or etc. people We also trying But this is I think I am not agree The Muslim's country Not trying to distribute Quran or other religion books In non-Muslim That's all Thank you very much Go tos What are you talking about Are you talking about What are you talking about I think Are you talking about بسم الله الرحمن الرحيم أرجو أن تأذل لي بالحديث بالعربية ثم ألخص ما أريد أن أقوله للأخ أحمد ديذات الواقع أن الأخ الفاضل لذات أثار في نفوسنا حماسا وحمية وانفعالا لنحاول أن ندلي بدلونا في حمل الرسالة التي ورثناها والتي امتهت إلينا من خير الرسل والتي هي الرسالة الوحيدة التي لم يعتريها نقص ولا زيادة ولا تحريف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميل الذي أثار حماسا الآن من حديث الأخ أحمد ديذات هو الجهود أنفذة الجهود المنحة التي يبذلها المسيحيون لنشر دينهم بكل ما أوتوا من معرفة وبكل ما يتأثر لهم من وسائل وبكثير ما أوتوا من الأموال أنظر إلى جهودنا نحن المسلمين في نشر دعوتنا وفي محاولة تبليغ الرسالة لغيرنا أجد أنها تتفاوت بين جهود فردية كجهود المحاضر الفاضل أو جهود جماعات من الشباب أو جهود منظمات مثل الهيئة الخارية العالمية أو الرابطة الإسلامية أو معاهد تربو على ألف سنة به عمرها كالأزهر ولكن مع ذلك نجد أن هذه الجهود لا زالت غير متناسقة التناسق الذي نريده فهي إما قاصرة لضعف الإمكانيات وإما متنافسة وإما أحيانا متعارضة وقد تثير غضب السلطات أحيانا لأن السلطات لا تسمح بكل هذه الجهود أو لأن الأقوياء لا يسمحون للمستضعفين إلا بقدر محدود نحن في حاجة في ظل هذا وهذا اختراح أقدمه لكم إلى محاولة إنشاء هيئات متخصصة الكويت شهدت في السنوات الأخيرة محاولات شهدت مثلا مجموعات من الأطباء تحاول أن تتخصص في تقديم خدمة طبية للمسلمين وشهدت محاولة مثل هيئة الخارجة العالمية تتخصص في تقديم المعونات للمسلمين للأقليات في البلاد المختلفة وشهدت أيضا محاولات لإنشاء هيئات إغاثة ولكن هذه المحاولات لا تذل جديدة نحن نعلم أن كثير من إخواننا في البلاد المختلفة حاولوا أن يقيموا مدارس ثم توقفوا عن الاستمرار في هذه المدارس وقد جمعوا المال إنما توقفوا لأنهم لم يستطيعوا أن يجدوا العدد الكافي من المدرسين وأنا أقول هذا وأنا أعلم أن نحن في ضيافة الهيئة الخارجة وفي ضيافة مقابة المعلمين فهل يتجه المسلمون في أعمالهم الخيرية وفي الأموال التي يجمعونها وفي الوسائل التي يعملون بها إلى محاولة تدعيم وإنشاء هيئات متخصصة هيئة للتعليم هيئة للإستثمار أو للتنمية الاقتصادية هيئة للإغاثة يحدثني زميل لي يعمل الآن موفدا من الهيئة الأحمر الكويتي في بشاوة قابل صدر الدين خان المكلف من هيئة الأمم المتحدة بمحاولة إعادة توطين اللاجئين يقول قابلته وسألته لماذا تتجه إلى المنظمات المسيحية كلها ولم تتجه إلى المنظمات الإسلامية العاملة في الأفغان قال يا أخي أنا لا أعلم أن هناك منظمات أنا جاءتني منظمة مختصة في إنشاء الطرق جاءتني منظمة مختصة في الصحة العامة جاءتني منظمة مختصة في التعليم أين المنظمات المختصة عندكم هل ننتهز فرصة حديث الأخ أحمد بيدات عما يشاهده من النشاط المسيحي في البلاد المختلفة لنحيي هذه الفكرة وخاصة أن إخواننا الذين ذهبوا إلى إفريقيا مثلا يحدثوننا أن النشاط المسيحي الآن ليس في المناطق الوثنية لم تعد المسيحية الآن تنافسنا على اكتزاب الوثنيين وإنما هم يقصدون المسلمين لتنصرهم فيقول الإخوة الذين ذهبوا إلى هذه البلاد أنهم لا يجدون الكنيسة في المنطقة الوثنية ولا يجدون المدرسة في المنطقة الوثنية وإنما يجدوها في منطقة المسلمين تحب أن ألخص أو الأخي ترجم؟ أنا محاضر كده كنت أخي ترجمها أشوف أشوف يتعلم أشوف يتعلم أشوف يتعلم أشوف يتعلم أشوف يتعلم لأنني مستعلم وكان محاضرة وانت تلقص بيجانسة شكرا لك أخي بإمكانك أشوف يتعلم كنت أقول أنك تضعنا لأننا تحاول أن تتعلم في تحبب المسلمين الطريق على تحبب المسلمين كان يتحدث عن المسلمين بإمكانك المسلمين لتحبب المسلمين لدينا تحبب المسلمين التي لم تتغير التي تستمر حيث لما يأتي من السبب ونجدنا أن نفعل أكثر. الناس الأنسانيون من مجتمعاتنا فقط مجتمعات صحيحية كما تلك أو مجتمعات أجلية أو أجلسات كما تجمعات الإسلامية أو الرابط الإسلامية أو الأزهر لكن هذه الأجلسات مجتمعات أو تجمعات أو مجتمعات أو سبب محسنًا من قد أخرى لقد أخذت هذه المؤسسة لأننا نقوم بشكل مؤسسة مؤسسة الإسلامية للتعلم مؤسسة الإسلامية للتعليقات مؤسسة الإسلامية للتعليقات ومع ذلك وقد أعطت مثال من أحدنا الذين يعملون الآن في الأفغان وقد أعطت صدر الدين خان في حاجة للتعليقات والتعليقات الأفغانية وقد أعطت له لماذا تتحدث فقط مع المؤسسة الإسلامية وليس تتحدث أي من المؤسسات المسلمين الذين يعملون في الأفغان قال لقد أردت أكثر منكم لقد أعطت أعطاء من المؤسسات من المؤسسات المتحدثة في التعليقات في عمل المؤسسات المتحدثة وكثيرا وكثيرا نريد أن نقوم بجميع هذه المؤسسات وكذا هو بطريقة مجرد من أجل أن يكتلز المؤسسات الإسلامية إلى الأفغان قد أتحدث معكم عن بعض المؤسسات لكن إذا نقوم بحثة محطة لا نقوم بحثة إذا نمتجز على مدرسة لا نقوم بحثة لذلك دعنا نتحدث في المؤسسات المؤسسات يمكن أن تجمع كل هذه المؤسسات وفعل شيئا لنا المؤسسات 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 نحن بحثة محطة نحاول أن تستطيع المؤسسات 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 نريد أن نذهب إلى أخرى وبدأ بإطلاق المؤسسات 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 شكرا 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 والحمد لله. وصلاة والسلام على رسول الله واسؤالي في عدو الأشيخ. ما حكم الاسلام في معاملة نصاره اليوم خصوصا في بلاد لا تحكم بما انزل الله? وخاصة الآurstونية تكون قد بدت البغضاء من أفوهيهم وما تخفي صدرهم أعزم حكم الاسلام في معاملة نصاره اليوم. لقد صلمت معاه صوتك عاطر. حكوم الاسلام في معاملة نصارى اليوم خصوصا في بلاد لم تحكم بما أنزل الله وخصوصا ان الجزية قد عطلت بزاك الله خير سؤال هو ما هو إسلام حقا لتحكم من الغراء المصرين اليوم خاصة في مدينة التي لا تستخدم الاشراء الإسلامية والقرآن هل هو كويته هذا الرجل؟ أين هو منذ؟ لا لا أين أنت منذ؟ نعمل انت تسألت المسؤولين تسألت المسؤولين لك سألت المسؤولين لك بقول له يعني اذهب واسأل الأزهر ليجيبك على هذا السؤال مدام أنت من مصر من مبدأ اعرف عدوك مفروضك اسأل الاخ مفروضك انكتابة افضل وتختار المطلوب اسأل الاخ احمد في رأيه الخاص هل الدعوة او الغزوة من المسيحيين الى المسلمين هل مقصود بها فعلا ديني اما سياسي واقتصادي او الثلاثة معه من قراءاته واطلعاته لانه هو اكثر منا في اطلاع على المسيحية وعلى اهدفها ممكن احنا بنهتم بالدين الاسلامي اكتر بس يعني عايزين نعرف رأيه الخاص من اجتهداته وقراءاته في هذا الرب هل هل الدعوة ايه هدفها من لنا بالضبط يعني هل هي اقتصادية او سياسية او دينية محضة الوجه اللي هل هي اجتهداته المسلمين هل هي اجتهداته المسلمين رجلسة او 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 وفليسية او او اهدفة او اور الى ثلاثة معه م casing المسلمين سيئداته لكن ت bass真的 خارج في مجلد موجود القليليين تستطيع نے تصفاقه مثل agיים ي خارج في م flattenات البقية اميني الافتخصيا يرون دولين ملاش temptedها regarding 300 عام ترجم دلبين بشكل اzoحيان ولكن اتمن subsidiان الآن تستطيع掐هة ولíst blamed ت Уجب ordinary人 فقر لكي. إن كنت تجهز بطريقة فما انك إلقاء من المؤ!. ألو أن تسجل على ميشة الوحيات أين يكون اسم حاول على التفق. أنه يسجل على الحريبة إنه يوم حوالا وماما فهي كنتهي يتفرج ابانه أساني باللشقفه في عينة الأفريقى فهذا يجعله الثلاث لأنه ماهوهوه أنه في العينة سبقوية عينة الأفريقان سمع بأن لديك كلاما لكن لديك الشمس لديك الشمس لديك الشمس لماذا؟ لأن لديك الشمس لديك أحل الكتب الملائك الكتاب الأبقل السمع الشمس لديك شمس لديك الشمس السابق أحوالي حنز لديك سمع لديك رأس الأقل رؤيت بإشتراこれで كثيرا هذه الأقل صوت اصلا براهيم بالنسلين إليه نعم nineteen هستحاد الإبراحيم he speaks about black gold and holy war in this he's telling the western nations how to turn on the screw on his Arab brethren see his sympathies are with the Christians here a liberated Palestinian a Christian missionary in America a Palestinian Christian he's telling that the whole what are you crying about Gaza and West Bank he said the whole from the Nile to the URT the bible god has given it to the jews what are you crying about you Address you have got millions of square miles you see once you are christianized your sympathies go this is the high politics but they are only talking religion because they have a right to do they have a right to share their faith as much as we have a right to share our faith we are not doing our job they are doing their job so the thing is now whatever whether it is economics whether it is politics the fact is you lose an individual ضإ Kirby مالجتين من المطلوب و千وب ايؤلاء ملاكتين من وإحادة السميح الحيخ وبالذلك للك لم يعد بإحادة لا ن loops لا ت scansنون سنة لن even meلا البلادين المشاريع maeamos فتحق تبع لطفيل و resolver و sagen 물 وتحقيق every حيث هي أنتَ你有 اونصر ولكن الجميل ويقول أن ما عرضته عليكم وهو الحقيقة أو الأساس أن المجال هو الدين فهم عندما يكسبون مسلما يصبح نصرانيا أي نخسر مسلما فهم يكسبون في السياسة أيضا فعندما يتنصر المسلم ويصبح مسيحيا يتعاطف معهم ويقبل مخططاتهم فمثلا يقبل ويتعاطف مع اليهود في فلسطين ويقول لماذا تبكون مثلا على غزة والضفة الغربية وهذه الكلمترات في فلسطين فعندكم أراضي واسعة في التوراة وفي تاريخ اليهود من الفرات إلى النيل ولم يأخذوها منكم إذن عندما تغير إسلامه إلى المسيحية أو أصبح مسيحيا ويتعاطف معهم بالدرجة الأولى وأصبح الاستعمار لا يسعى للاحتلال واستعمار كما كان سابقا ولا من خلال الدين المسيحي ومن خلال الثقافة المسيحية أو الثقافة الغربية مثلا هو يكسب الناس من هذه الطريق فيجب أن لا يقول هل هو العمل ديني أو سياسي أو اقتصادي كلها تأتي معا عندما يكسبه من ناحية الدين يكسب الجانبين الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم بشكل صحيح بشكل صحيح بشكل صحيح والقران بشكل صحيح بشكل صحيح I invite you to tonight outside and in every meeting of mine as long as stocks last will be available this Quran here With the gold six Without the gold five in America five dollars each in England five pounds each here five dinars each with the gold six they are available 2000 pages an encyclopedia of 2000 pages for 5 dinars they are available here outside if not tonight tomorrow night every meeting as long as the quran's last will be available here to improve your language your English your children's English they don't have to read Shakespeare and Milton even to improve their English and everything on the fingertips I will not stress anymore that you should have this every Muslim ought to have this in the house وعلى كل مسلم أن يقتني هذا القرآن المترجم في بيته وسجدونه متوفرا في الخارج بعد كل جلسة وبإمكانك أن تتعلم منه وأن تعلم أبنائك يحسن لغتهم فليس بالضرورة أن يدرسوا شيكسبير أو ميلتون ولكن بإمكانهم أن يدرسوا هذه الترجمة يتعلمون القرآن واللغة في آن واحد here is this little book Christ in Islam it answers all your problems Christ in Islam what is his position all the things he was talking about being Masihullah and giving life to the dead and on and on taking up to heaven everything you have this little booklet you can crack his skull you don't have to go to theologians, philosophers psychologists this little book will do the job this little book is like the little stones that Dawud picked up you remember when he gave بدر جالوت وقتل داود جالوتا واطاه الله الملكة والحكمة واللمو مما يشاء that little pebble are these little pebbles here that I have made it available for you my brethren little little pebbles little little pebbles you master these little ones and there isn't a Christian born who can stand before you and I believe that these booklets also what the bible says about Muhammad Muhammad the prophet of Islam all these are also available some of them also in Arabic are available outside you owe it to yourself to arm yourself educate yourself then once you have the knowledge you will be eating to talk the reason why you don't want to talk is you are afraid you don't know what to talk the only thing you can say is that you are on the wrong battle and you are going to go to hell and now that creates conflict confrontation and you don't want confrontation you see this book teaches you وعندما تطلعون على هذه الكتب تسلحون أنفسكم بقوة لتخوضوا المعركة ضد أعداء الإسلام وبشكل يؤهلكم من نيل النجاح فيها وإنكم الآن تخافون من المواجهة لأنكم تجهلون أشياء كثيرة فهنا كتيبات بالعربية وبالإنجليزية تبين لكم الرد على كل هذه الأسئلة وعلى كل هذه المحاولات 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 لكي أردت لكم May Allah forgive me for that but I said I'm yourself and in the nights that follow if you have the opportunity I will share with you more in this field but in the meantime about the things that I have spoken and any other thing concerning this topic if you have any questions I am here at your disposal وأخبر بابانا الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة أعتقد أنني لم أقل نصف ما أردت أن أقول لأن طبيعة الحديث والأسلوب الذي نقوم به الآن لا يعطينا الفرصة كاملة ولكن أقول فقط سلحوا أنفسكم بهذه المعلومات والحقائق وإذا سنحت الفرصة في اللقاءات القادمة سأذكر بعض التفاصيل معكم وسامحوني إن كنت قد قصرت سامحنا الله جميعا وأشكركم شكرا للشيخ أحمد ديداث على ما قدم وبين ووضح وفي الحقيقة قد جعلنا أمام مسؤوليات جسيمة وعظيمة من خلال ما قدمه من نشاط ضد المسلمين وضد الإسلام ومن أساليب متعددة وفنون بليقة في دعوة المسلمين للمسيحية فهذه المسؤولية العظيمة جسدها لنا من خلال حديثه هذا والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عندما ظهرت وعندما ضرزت ظهرت بعد اجتماع المجمع الكنسي في كلورادو حينما قرروا أن يجمع ألف مليون دولار لتنصير المسلمين فقررت الهيئة بعلمائها الأفضل أن يجمع ألف مليون دولار لإنقاذ المسلمين فلنتكاتف ونتساعد في هذا المجال وفي هذا المضمار حتى نؤدي الرسالة التي بيّنها لنا فضيلة الشيخ أحمد إداد جزاه الله خيرا والآن مع الأسئلة والحوام شكرا المترجمين المؤكد 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 تقول المؤكد تشاهال تحسين ما يتخل من المؤكد السؤالください عندما يحمل هذه المسؤولات جميعاً بسرات الرجل في نفس الشرح والانه هناك لن يدعون حول الشرح فُن أولاً سن вечر فرث سن جنجحوا القناة وحدها يأتي لهم على وعلى وطرق تحليّ خير موجود لهم فلس لهم القناة أسأل الأخ أحمد في رأيه الخاص هل الدعوة أو الغزوة من المسيحيين إلى المسلمين هل المقصود بها فعلا ديني أما سياسي واقتصادي أو الثلاثة معه من قراءاته وطلعاته لأنه هو أكثر مننا في اطلاع على المسيحية وعلى أهدفها وكي احنا بنهتم بالدين الإسلامي أكثر بس يعني نعرف فرأيه هو الخاص من اجتهداته وقراءاته في هذا الرب هل هل الدعوة هي هدفها من لنا بالضبط يعني هل هي اقتصادية أو سياسية أو دينية محضر وجه الله هل هي المسلمين حلومي أو المسلمين حلومي ورسل الإسلامي أو الإمكارية أو المسلمين حلومي؟ هل هي المسلمين حلومي؟ فإن همخبارك the discussion that i presented to you it was all religious but they are playing a game of high politics colonizing people you can't colonize them anymore like britain ruled my country for a hundred years indo-pakistan subcontinent they ruled indonesia for 300 years they ruled muzambique for 500 years muslim country they ruled nigeria they ruled egypt no more you can't rule them anymore to colonize them now they use religion to get the people to accept their way of life to become fifth columns in your own country it's a beautiful way because once you are Christianized the same fellow you know all his senses depart sense of justice goes once he's Christianized he helps Israel in his heart and mind though he knows he's an African and they're treating the Palestinians like Africans the white man in South Africa what he's doing to the black the Jew is doing to the Palestinian the Africans can see that clearly but because they are Christians the sympathies are with the Jews why? because to them they are the Ahlul Kitab the people of the book, the Bible so it is high politics once a person is Christianized his loyalties goes I have here books with me written by Christian Arabs Arab Christians here Ishak Ibrahim sounds like a Muslim he is an Egyptian Christian Ishak Ibrahim he speaks about black gold and holy ore in this he's telling the western nations how to turn on the screw on his Arab brethren see his sympathies are with the Christians here a liberated Palestinian a Christian missionary in America a Palestinian Christian he is telling that the whole what are you crying about Gaza and West Bank he said the whole from the Nile to the Eurotis the Bible God has given it to the Jews what are you crying about you Arabs you got millions of square miles you see once you are Christianized your sympathies go this is the high politics but they are only talking religion they have a right to do they have a right to share their faith as much as we have a right to share our faith we are not doing our job they are doing their job so the thing is now whatever whether it is economics whether it is politics the fact is you lose an individual you are losing his loyalty and you are losing a whole tribe and a nation over a period of years we can't afford to lose a single person not even a lunatic among us we must lose we have to preserve each and everyone protect each and everyone this is the answer you see don't go into whether it is economics whether it is politics whether it is religion what do you want to split hairs for the fact is that you lose lost one man is a loss of the whole nation the umma has lost out one man we can't afford to lose one not even a cripple not even a lunatic he says he says he says he says he says heart this is the 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 فهم عندما يكسبون مسلما يصبح نصرانيا أي نخسر مسلما فهم يكسبون في السياسة أيضا فعندما يتنصر المسلم ويصبح مسيحيا يتعاطف معهم ويقبل مخططاتهم فمثلا يقبل ويتعاطف مع اليهود في فلسطين ويقول لماذا تبكون مثلا على غزة والضفة الغربية وهذه الكلمترات في فلسطين فعندكم أراضي واسعة في التوراة وفي تاريخ اليهود من الفرات إلى النيل ولم يأخذوها منكم إذن عندما تغير إسلامه إلى المسيحية أو أصبح مسيحيا هو يتعاطف معهم بالدرجة الأولى وأصبح الاستعمار لا يسعى للاحتلال واستعمار كما كان سابقا ولا من خلال الدين المسيحي ومن خلال الثقافة المسيحية أو الثقافة الغربية مثلا هو يكسب الناس من هذه الطريق فيجب أن لا يقول هل هو العمل ديني أو سياسي أو اقتصادي كلها تأتي معا عندما يكسبه من ناحية الدين يكسب الجانبين الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم استمتعنا من فضيلة الشيخ أحمد ديدات في المناظرة التي رأيناه على شاشات التلفزيون في أمريكا والمحاورة التي دارت بينه وبين القس وكان يحضرها عدد كثير من المسيحيين على من اعتقد فما هي مدى هذه المناظرة على المسيحيين هناك وهل تم إقبال من المسيحيين على دخولين في الإسلام نرجو الرد من فضيلة الشيخ أحمد ديدات السؤال الثالثة هل الكثير من المساعدة المتحدة في المساعدة بينك وكما تلك المساعدة؟ هل هل انتظروا في المساعدة في المساعدة في المساعدة المتحدة؟ في المساعدة التي أعتقد أنت تتكلم عنه بيني ومساعدة هناك 6,000 شخص وكما تتكلم عنه إذا كنتم تقصدون المناظر بينه وبين الساقر فقد حضر حوالي 6,000 وكانت 90% منهم من المسيحيين ويسأل أيضاً يسأل أيضاً عن الواقع من الواقع هل هل تؤثرهم؟ تتكلم عن الواقع كما تتكلم عن الواقع تتكلم عن الواقع يمكنك أن ترى تشاهد ذلك في الشريط وتعرف النتيجة مما تشاهدوه على وجوههم فهم كعندما تفجرت بينهم قنبلة ذرية أصبحوا لا يتكلمون مع بعضهم وكانوا واجمين وهذا يبين النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أرجو من أخواننا سأنتقل نقل النوعية أنا ودي أسأل أسئلة علمية بحثة في علم الكتاب المقدس الشيخ أحمد ديدات فتسمحون منه السؤال الأولاني يذكر كتاب المقدس في العهد القديم أن النبي إبراهيم رأى ثلاثة يذكر كتاب المقدس في العهد القديم أن النبي إبراهيم رأى ثلاثة أشخاص وهو لا أثاثة أشخاص يفترض أنهم ملائكة لكن النساء يستغلون هذه الحقيقة لإثبات أن هؤلاء هو الثالث المقدس اللي هو الآب والإبن والرق القدس ففي مناظرة أحمد ديد الشيخ أحمد ديدات مع أنيس يروس إستغلها أنيس يروس في إثبات أن هذا هو الثالث المقدس كان أحد أسمى رب الشيخ أحمد ديدات على هذا السؤال السؤال الثاني لحسن أحد أصبحت أما إلى الأول تسلم الشيخ أحمد ديدات تذكر أنيس يروس مع التضبات لك مع أنه يستغلت أن ثلاثة أصبت إلى إبراهيم عندما يتعد معه تذكره وعندما يرى وأنه يحاول أن تتعلم أن هذا هو التضبات جداً لست أجل أن أسمى أن يؤلم أن أصبع هذا لذلك أستطيع أن أعلم أنه أعلم كل شيء عن الإبتعام ولكن من هذا الحقيقي قاله أنه كان هذا النبي يجب أن يتعلم الناس ثلاثهم وهم يذهبون وقالوا بقيته تذكره هذا النبي كانت تحاول أن يتعلم أن هذه ثلاثة الناس هم نبقى الله هل أريد أن يجب أن يجب أن تعلم في الأولى التسماع عندما يقول في المدينة في المدينة الأولى ثلاثة الناس إنه سبب أن يكون الأنجلة فإن فتح أن أعلم ما هي تحصل على هذه المسؤولة؟ شكرا في ذلك المتحدة في ذلك المتحدة المتحدة كانت تحاولي أنه من الأنجلة المتحدة التي تأتي إلى إبراهيم عليه السلام أولا كانت الله الألمائتي الألمائتي الذي يسمى الله هو الله وقاله أنه أنه يسمى أنه الله ألمائتي and the two angels they ate they ate food Ibrahim's food feta'd kaf and bali bread and cakes but Allah he ate and the angels they ate so the answer to that was that you see the Quran also speaks about a similar incident about Ibrahim alayhi salam and three visitants the Quran speaks about three visitants and Hazrat Ibrahim alayhi salam thinking that they were visitors from somewhere quickly he sacrificed a small calf, hefa, bakara and he prepared food and set the table set the table and they sat down to eat and perhaps they said Bismillah get started so his house people must have got started but the three visitants are staring at Ibrahim alayhi salam just looking at him naturally the man is terrified what these people have come for to kill me abduct my wife steal my sheep my goats what are these people here for when I tell them to eat they are not eating so the fear goes into the heart of Ibrahim alayhi salam and the angel says that we are the angels of the Lord and we do not eat not only but the Bible says that God was one of the three and the two angels they all act so what we are trying to prove that between the two you take the choice the God that eats beef and barley cake and the God not leave the God aside even the angels don't eat between these two points of views you take your choice the Quran or the Bible this is what we are discussing the Quran or the Bible which is God's word and this part of the debate is contained on tape number 2 of number 48 tape number 2 part 2 contains this section هذا الحوار موجود في الشريط رقم 2 وكان يدور حول من هي كلمة الله القرآن أو الإنجل الذي يناقش على أساسه ذلك المسيحي الذي اعتبر أن الذين زاروا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أحدهم هو الله رب العالمين ومعه ملكان ويقول المسيحي أن الله يأكل ويشرب والملائكة تأكل ولكن نحن نعرف في القرآن العظيم أن الزائرين كانوا ملائكة ولم يأكلوا من طعام إبراهيم ولذلك أوجس منهم خيفة وظن أنهم يريدون شرا وبعد ذلك أثبت الملائكة وبيّنوا له أنهم ليسوا بشرا ليأكلوا من الطعام فطبعا لكم أن تختاروا في الحوار بين رب يأكل لحم البقر وخبز الشعير مع سيدنا إبراهيم وبين رب بعيد عن كل هذه الأشياء فهذا الفرق بين القرآن كلمة الله أو الإنجيل الذي يقدمه المسيحية كلمة الله هذا كان موضوع الحوار والمناظرة في ذلك الوقت بسم الله الرحمن الرحيم مما لا شك فيه أن هناك معارك ضارية تدور رحاها في بلاد المسلمين وخاصة الفقيرة منها من أجل تنصير المسلمين في تلك البلاد الأدهى والأمر أننا هنا بعيدون عن تلك المعارك ولا يصلنا منها إلا بعض الأخبار القصيرة والقليلة مما يدور هناك وما قد تكلم عنه فضيلة الشيخ أحمد ديدات الآن هي بعض المماذج الموجودة في تلك المناطق فهل يتشرف سيادته ويقوم بتشكيل مجموعة متخصصة من المسلمين الأكفاء في هذه الناحية بالذات التي نحن هنا في بلاد العرب نجهلها جميعا أو نكاد جميعا نجهل تلك العناصر المهمة في مقابلة ومواجهة أعداء الإسلام فنحن قد تعلمنا في ديننا هنا التسامح والسماحة وإذا قرأنا بعض الكتب التي تتصدر لمثل هذه المعارك الجانبية فإنها قد تكون كتبا مهربة أو تباع في بعض المكتبات المعينة التي نتكون منتشرة للجميع فهل يسمح بأن يشكل نجنة متخصصة أو مجموعة متخصصة ولتكن في إطار الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتقوم بإصدار وكتابة هذه الكتيبات وهذه النشرات نشرها على العالم كله لما فيهم الإسلامي في الدعوة الفقيرة وغيرها ونحن كشباب مسلم في بلاد المسلمين أظن أننا على أتم استعداد أن نشارك في هذا المشروع بكل ما نملك وكل ما نستطيع السلام عليكم كم يتحرك نسأل إصدار مجتمع أجل مجتمع لتحصصة في تحصصة المسلمين في بعض مدد المسلمين في بعض مدد المسلمين أيضا بمترد كثير من هذه سقرات سقرات ومسلمين ومصرات ومسلمين ومسلمين هناك يوجد مدد المسلمين الذين يستطعون لتكون ممتعاً من هذه المشكلة هذه المشكلة المشكلة إذا أتمنت أن تبدأ لكي تجعلها في التقريب المعركة من الوصول إسمكي الوصولة الفترة بحث 30 عام لقد كنت أعملت عملت ممتعات في هذا الموضوع and we are offering you our experience in written form and in every publication we are publishing this by the hundreds of thousands now and we are giving it out throughout the world free of charge but it's not enough do you agree if you want to in any country wherever if you want to translate this we give you permission inside here you don't have to ask us we give you here I am reading to you an open order free license I am giving you all an open order we grant you an open license to reproduce or translate into any language this booklet as well as every other publication of ours beforehand we give you that permission you may publish them for sale you can sell it do business if you want for sale or for free distribution without any prior permission you don't have to ask permission we are giving it to you you want to publish this you want to sell it for ana each real each go and sell it do what you like we want nothing from you we ask for no royalties or copyrights wallah if we had the means we would have flooded the world with our free literature it will be appreciated if a few copies of the reproduction be posted to us for our records that's all we are asking you if you give us a few copies of what you have produced we will be happy translate it into any language or reproduce it into english and sell or give out this is all yours our videotapes same you want to make money go and reproduce and sell what do you want to do so there is no copyright go ahead and do the job we haven't got the time to start creating societies here they are there to find out to monitor you what you are doing what you are not doing we haven't got the time we are involved in doing work and you too you take it on yourself and do the work here is an example and here is the material take it and use it it's all yours and there is a lot of work to execute it أبنى شراء في هذا المجال شكرا لفضيلة الشيخ أحمد ديدات على هذه الأمسية الممتعة وكان بودنا أن نستمر في مثل هذا اللقاء وفي مثل هذا الحوار وخاصة بعد ما صخنت المناقشات والحوارات ولكن لنتيجة لحجز المكان نتوقف لنلتقي قدن إن شاء الله في مسجد المزيني في السلمية ونعد جميع الأخوة الذين قدموا الأسئلة نقدمها للشيخ ليجيب عنها قدن إن شاء الله مع إجابات أخرى إن شاء الله وأحب أن نوه إلى الاستقطاع الشهري الذي وزعه فهو إن شاء الله من الصدقة الجارية ومما يخدم هذه القضية وهذه الموضوعات التي سمعتموها وفي الختام نشكر حضوركم ونشكر للشيخ مرة ثانية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله